السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزي الطلاب والطالبات بمادتنا الجميلة بمادت التربية في النية اليوم بذن الله سوف يكون درسنا لهذا اليوم مجسمات جمالية في البداية عزيزي الطلاب والطالبات أخذنا في درسنا الماضي كان التشكيل مباشر بالأسلاك المعدنية تعلمنا فيه الكثير من المهارات في البداية أخذنا نبدة تاريخية عن أعمال المسلمين في المعادن أيضا أخذنا اللي هو زخرفة المعادن بواسطة ريبوسي والزخرفة بالتفريغ أيضا التكفيت وفي النهاية أخذنا اللي هو أنواع أسلاك ذكرنا لها الأسلاك عدة أنواع وأحجام مختلفة في الأسلاك وكيف ممكن نقدر نشكلها بأشكال بتنوعها هذا بالنسبة لدرسنا الماضي اليوم بذن الله سوف نأخذ في هذا الدرس قبل ما نبدأ في درسنا هذا اليوم سنأخذ هذا السؤال اللي تشوفونه قدامكم من درسنا الماضي اللي هو التشكيل بالأسلاك المعدنية فراغ هو الدق على المعادن بواسط مطارق لإظهار الزخارف بشكل بارز عن السطح هل هي زخرفة بالتفريغ أو ريبوسي أو التكفيت عشر ثواني ممتاز أحسن بارك الله فيك الإجابة الصحيحة وهي الريبوسي هذا بالنسبة لسؤالنا عن الدرس الماضي بإذن الله في هذه الحصة سوف نتعلم ونأخذ بعض المعلومات سواء كان عن برجيفول أيضا المجسمات الجمالية الموجودة في المملكة وكيفية صنع السلك وخصائص الأسلاك وفي النهاية سنأخذ خطوات تنفيذ خطوات تنفيذ مجسمات جمالية بشكل صغير جدا سنستعرض له بعض المهارات كيف ممكن نستخدم الأسلاك ونشكلها تشوفون أمامكم هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانكم الدخول عليه ستجدون الكثير من الإثراءات هناك في البداية قبل ما نبدأ في درسنا لهذا اليوم هل شاهدتم مجسمات بشكل عام في طرق؟ هل شاهدتموها؟ هل رأيتوا كيف تفاصيلها وروعتها في بلادنا الحبيبة؟ سواء كانت في جدة أو الرياض أو المنطقة الشرقية يوجد في بلادنا كثير من المجسمات سواء كانت بواسطة المعادن أو بواسطة الحجارة أو غيرها من الخامات المتنوعة فمتأكد جدا أنكم شاهدتم بعض النماذج لمجسمات سواء كانت في الدوارات أو بعض النماذج الصغيرة في البداية تشاهدون هذا هو برج إيفول أيضا عندنا اللي هو برج المملكة في الرياض تم بناء برج إيفول الشهير عام 1889 في العاصمة الفرنسية باريس أيضا يبلغ ارتفاع 300 متر تقريبا تقريبا يساوي اللي هو ارتفاع برج المملكة برياض تشاهدون هذا هو برج إيفول في الجيال جسرة أيضا عندنا برج المملكة في الجهة اليمنى تقريبا يعتبرون مقاربين في الارتفاع طبعا نسمي بهذا الاسم بنسبة إلى مهندسه اللي هو إليكسندر غوستاف إيفول إليكسندر غوستاف إيفول هو الذي بنى هذا البرج طبعا تشاهدون كيف جمال البرج طبعا استخدم فيه اللي هو المعدن طبعا يتكون هيكل البرج من 15 ألف قطعة من الحديد الصلب تقريبا يزن قرابة 7000 طن يعتبر رمز العمار الحديثة في القرن التاسع عشر الميلادي فهذا البرج تم بناءه كامل باستخدام الحديد الصلب تم بناءه بشكل كامل من أسفله إلى أعلاه باستخدام اللي هو الحديد الصلب بهذا الشكل طبعا كان يعتبر شيء حديث نوعا ما اللي هو استخدام الحديد في تلك الفترة في اللي هو البناء بشكل عام مثل ما ذكرنا أيضا يوجد هناك العديد من المجسمات الجمالية والفنية الموجودة في مملكتنا الحبيبة والتي صنعت من الحديد أو الحديد الصلب أو البرونز نشاهد هذه بعض المجسمات عندنا مجسم على كورنيش مدينة جدة أيضا هذه بعض المجسمات اللي قام بتنفيذها الفنان صلاح عبد الكريم نشاهد في مملكتنا الحبيبة العديد من المجسمات سواء كانت مثل ما ذكرنا لكم بعضها تكون على أشكال صغيرة الحجم أو بعضها تكون بأحجامها الكبيرة أيضا مثل ما ذكرنا هذه بعض المجسمات شاهدونها اللي هو عندنا دوار الآية وهو طبعا تم إنشاء هذا التمثال من 20 طن من البرونز هذه بعض المجسمات في مدينة جدة تشاهدونها هذا هو يعتبر له دوار الآية حجمه كبير جدا ويعتبر تم تشكيله مثل ما ذكرنا من 20 طن من البرونز أيضا ما كتف الفنانون السعودين بمعزل عن هذا الفن فبرعوا في عمل عديد من المجسمات الجمالية سواء كانت تلك المجسمات الميدانية أو المجسمات الصغيرة المجسمات الميدانية اللي بمكان ندور حوالينها تكون أحجامها كبيرة جدا عكس المجسمات الصغيرة هذه أيضا نماذج مختلفة عندنا مجسم صغير للهرم المقلوب للفنان صديق واصل نشاهد كيف اللي هو عمل الهرم في الأعلى استخدم فيها المعادن أيضا استخدم لو تلاحظون بعض المعادن المستهلكة وضافها وضاف عليها بعض التأثيرات نشاهد كيف جمال هذه القطعة أيضا هذه بعض الأعمال للفنانين السعوديين نشاهد كيف تفاصيلها عمل الفنان اللي هو دلة القهوة هذه بعض أعمال الفنانين السعوديين نشاهد تفاصيل باستخدام اللي هو استخدم المعادن وشكلها وصنع بعض اللمسات الجمالية بواسطة اللي هو دلة القهوة دلة القهوة العربية واضاف عليها بعض التأثيرات بواسطة المعادن أيضا عندنا هذا أحد المايدين في مدينة جدة تشاهدون جمال الأعمال اللي هو المجسمات الجمالية سواء كانت في المدينة جدة أو الرياض وغيرها يوجد الكثير من المجسمات في بلادنا الحبيبة أيضا مثل ما ذكرنا لكم طبعا أغلبها استخدموا فيها المعادن ولكن البعض استخدموا اللي هو استخدموا الحجارة أيضا ويوجد الكثير من الخامات اللي تم استخدامها في المجسمات الجمالية وأيضا مثل ما ذكرنا جزء من هذه المجسمات استخدموا فيها المعادن تشاهد كيف تفاصيل هذا الدوار اللي هو المجسم اللي تشوفونه قدامكم أيضا هذا مجسم مختلف في مدينة جدة أيضا تشاهد تفاصيل هذا المجسم تلاحظون على شكل سيكل بإمكاننا تشكيل خامات بإمكاننا استخدام الأسلاك المعدنية وبإمكاننا صنع أشكال مثل اللي تشاهدون أمامكم على سبيل المثال ممكن نصنع اللي هو على شكل سيكل لكن بشكل مختلف بعض الشيء بواسطة اللي هو أسلاك النحاس نشاهد كيف تفاصيل هذا العمل وكيف ممكن نصنع ممكننا نعمل الكثير من هذه الخامات تشوفون قدامكم نستخدم اللي هو سلك النحاس وشكلنا بهذه الطريقة هذه بعض الإضافات اللي ممكن نستخدمها في هذا العمل تشاهدون كيف ممكن استخدمنا طبعا هنا السلك أضفناه من البداية هذه وشكلناه بهذه الطريقة ثم أخذنا الشكل وعطيناها بعض الإنحناءات بهذه الطريقة ثم ننتهينا في اللي هو الكفر الخلفي بهذه الطريقة هذه بعض الأفكار اللي ممكن نستخدمها ونشكل فيها بواسطة الأسلاك المعدنية أيضا سنستعرض لكم أشكال مختلفة ممكن نستخدمها عندنا على سبيل المثال اللي هو شكل الوردة هذا هو تشوفونه قدامكم كيف ممكن نستخدمه ونضيف اللي هو بعض القيم الجمالية سواء كان على سطح هذا العمل تشاهدون تفاصيل هذا العمل طبعا صناعنا اللي هو عملنا اللي هو شكل الوردة وضفنا عليه طبعا كل عبارة عن سلك واحد كل اللي تشوفون قدامكم عبارة عن سلك واحد بإمكاننا نصنع أو نعمل اللي هو أفكار كثيرة بواسطة اللي هو الأسلاك المعدنية طيب عندنا السؤال تشاهدون أمامكم فراغ عبارة عن نماذج كبيرة الحجم توضع في مكان يسمح بالدوران حول العمل وتغيير زاوية الرؤية هل هي المجسمات الميدانية أو الريبوسي أو السلك المعدني ممتاز أحسن بارك الله فيك الإجابة صحيحة وهي المجسمات الميدانية طيب أيضا بعض الفنانيين استخدموا عمل اللي هو قاموا بعمل تخطيطات مبدئية اللي هو عبارة عن سكتشات تخطيطات مبدئية صنعوا اللي هو أو صمموا صمموا اللي هو النماذج لمجسمات جمالية تكون سواء كانت بكبيرة الحجم أو صغيرة الحجم أخذوا هذه التصميمات وأسندوا اللي هو عملية التنفيذ لشركات شركات متخصصة في تصميم هذه المجسمات وبعضهم يقوم اللي هو بعمل تخطيطات على الورق ثم يتم تصميمها على الكمبيوتر اللي هو تصميم 3D بعدها أخذوها هذه التصميمات وأسندوها إلى الشركات المتخصة في تنفيذ هذه الأعمال سواء كانت من النحاس أو عندنا اللي هو المعادن مشتة أنواعها مثل حديد وغيرها من أنواع المعادن عندنا العمل نشوفونا قدامكم هذا أحد الأعمال الفناني السعودين اللي قاموا بهذه الطريقة اللي هو كتلة كتلة تائهة للفنان بكر شيخون أيضاً نحن بإمكاننا نقوم بمثل تلك الأعمال الفنية مستخدمين الأسلاك مثل ما ذكرنا لكم نحن بإمكاننا استخدام الأسلاك المعدنية وتشكيل بعض المجسمات على سبيل المثال نستعرض لكم بعض الأعمال اللي ممكن نقوم بعملها هذا هو بعض الأعمال اللي ممكن نقوم بتنفيذها بواسطة اللي هو الأسلاك المعدنية هذه الطريقة اللي ممكن نقدر نستخدمها بإمكاننا استخدامها ونكون قاعدة سواء كانت عندنا من الفلين أو عندنا اللي هو من الخشب أو غيرها من الخامات أيضاً طبعاً لو تلاحظون هذا اللي استخدمته اللي هو عبارة عن الفلين الفلين اللي هو نفسه اللي يجيكم في بعض محلات الخضار والفاكهة بإمكانكم تستخدمون بعض الخامات بدل ما تأخذونها وممكن ترمونها في سلة المحملات تأخذونها هذه الخامات وتسوون له إعادة تدوير لهذه الخامات وتستفيدون منها في عمل الكثير سواء كان من مجسمات وغيرها من الأفكار اللي ممكن نستخدمها هذه حتى الكرتون بعد ممكن نستخدم الكرتون وناخذه وممكن نقصصها على أفكار معينة ونعمل فيها بعض المجسمات ونضيف على سبيل المثال عليها سلك النحاس وغيرها من الخامات اللي ممكن أيضاً بحد اللي هو العلاقات العلاقات ممكن نأخذها ونشكل فيها نحاول نستفيد منها لأنها تقريباً خصائصها هي عبارة عن سلك هي خصائصها مثل أسلاك النحاس نقدر نأخذها ونكون بعض التفاصيل وبعض الإضافات عليها لكن الفرق بين أسلاك النحاس والعلاقة طبعاً علاقة مثل تعتبر من الحديد بإمكاننا استخدامه وتشكيلها أيضاً حتى أسلاك النحاس لكن الفرق بينهم أن العلاقة متعبة شوي في عملية التشكيل هي ممتازة جداً في الأعمال الكبيرة كبيرة الحجم لكن في الأعمال التفاصيل الصغيرة متعبة في طريقة تشكيلها أيضاً حتى في القص بعد متعبة بعض الشيء لكن بإمكاننا صنع الكثير من الأفكار عن طريق اللي هو العلاقة ونشكل فيها بجميع الأشكال اللي ممكن اللي نحتاجها بالنسبة لي وكيفية صنع السلك بدأ في العصور القديمة وحتى القرن الرابع عشر بعدها كان السلك يصنع اللي هو بطرق الفلزات في شكل ألواح وتقطع تلك الأسلاك الألواح إلى اللي هو شرائح يتم تقطيعها إلى شرائح وتم تدويرها بالطرق وبعد ذلك أدخلت اللي هو طرق أو طرق اللي هو بدائية لسبق السلك أيضا بالنسبة لصنع السلك صنع السلك المسحوب أليا أول مرة في إنجلترا في أوساط القرن التاسع عشر ميلادي وحاليا تصنع الأسلاك كافة بطريقة اللي هو الأسلاك اللي هو من الفلزات مثل اللي هو النحاس الأحمر والأصفر أيضا الألمنيوم وعندنا النحاس وغيرها من المعادن ممكن نستخدمها هذه الأسلاك عندنا اللي هو أيضا الذهب والفضة الذهب والفضة تستخدمونها حاليا في المجوهرات أو أخير قول الذهب يستخدمونها في الحلوي يستخدمونها في الحلوي أيضا بالنسبة للفضة ممكن بعض التلاحظون اللي هو بعض الخواتم من الفضة تكون عبارة عن سلك سلك من الفضة يتم إضافة عليه بعض الأحجار الكريمة ويتم عمل بعض التفاصيل بوسط هذه الأسلاك أيضا بالنسبة للذهب يستخدمون الحلوي النساء يتم تجميلها بإضافة اللي هو بعض القطع سواء كان من الألماس أو من الأحجار أو أيضا حتى الكريستال بعد يضيفونها ويتم تجميل هذه القطع طبعا مثل ما ذكرنا يستخدمون فيها الأسلاك ويتم تجميلها بوسطة بعدة طرق طيب عندنا السؤال شاهدونا أمامكم تصنع كافة الأسلاك أليا من الفلزات مثل الألمنيوم الفضة جميع ما سوق أحسن تبارك الله فيك الإجابة صحيحة وهي جميع ما سوق طبعا مثل ما ذكرنا أن تصنع كافة الأسلاك أليا من الفلزات مثل عندنا الذهب والفضة والنحاس والألمنيوم والحديد أيضا وغيرها من أنواع الخامات التي ذكرناها أيضا دخل في العديد من الصناعات والاستخدمات منها الاستخدمات الفنية حيث استخدم كخامة من خامات التشكيل الفني ومنها الحلية والأعمال الفنية سواء كانت تلك الأعمال المجسمة والمسطحة أيضا سواء كانت الأعمال مجسمة أو مسطحة فكثير من الأعمال الفنية استخدمت فيها الأسلاك سواء كانت تلك الأعمال مثل ما ذكرنا لكم بعض الأعمال يتم تجسيدها أو قل نقول تكون على أشكال مجسمة أو بعضها تكون على أشكال مسطحة يتم إضافتها على سطح سواء كان قطعة من النحاس قطعة أخرى من النحاس أو بعض الأشكال اللي يتم إضافتها كمثل ما ذكرنا نحن ورناكم في البداية اللي هو بعض الدورات وبعض الأناصر الأخرى من المعادن ممكن نشكلها بواسطة اللي هو أسلاك ويتم تزيين هذه القطعة بأشكال متنوعة وإضافة بعض الخامات الأخرى على سبيل المثال اللي هو الفصوص نضيفها أو نضيف اللي هو بعض الخامات الأخرى على سطح هذه الأسلاك أيضاً بالنسبة لخصائص الأسلاك طبعاً هي باعتها على المرونة والطلاقة التشكيلية أيضاً لا تشغل حيزاً في الفراغ بل تقسمه وتحصره ويعتبر من أكثر الخامات تعبيراً عن قيم الخطية في الفراغ والخامات المعبرة عن الحجوم الفراغية أيضاً قابليتها للسحب والطرق والثاني مثل ما ذكرنا قابليتها للسحب والطرق والثاني بإمكان يتم سحبها وثانيها بسهولة ويتم طرقها مثل ما ذكرنا أيضاً متعددة الأنواع ودرجة الصلابة يوجد لها عدة أنواع على سبيل المثال هذه بعض أنواع الأسلاك مثل ما ذكرنا طبعاً تشوفون هنا سمك مختلف عكس السلك اللي تشوفونه هنا أشكال مختلفة هذه بعض أنواع الأسلاك طبعاً في بعضها تكون على شكل ألوان متنوعة تشوفون هذه بعض الاختلافات للأسلاك عندنا سنستعرض لكم عدة أنواع هذه عندنا أيضاً بسماكة مختلفة تعتبر سماكة متوسطة مختلفة عند السماكة الأولى نشاهد كيف الاختلافات تشوفون كيف ممكن نستخدمها بعدة طرق وهذه عندنا سماكة مختلفة لها عدة أنواع وأشكال أيضاً لها عدة ألوان هذه تعتبر أصغرها وسهلة في التشكيل بإمكاننا نضيف قطع من الخرز أو على سبيل المثال ممكن نستخدم عندنا سبحة في حال إذا كانت عندنا سبحة لكن مفتوحة خربت ممكن نأخذها ونستفيد منها بإمكاننا توظيفها في عدة طرق يتم إدخالها بهذا الشكل أو ممكن نوظفها مثل ما ذكرنا بعدة طرق أيضاً لها طبعاً في عدة أنواع وأشكال من الأسلاك هذه عندنا ألوان مختلفة من الأسلاك ترون كيف ممكن نأخذها طبعاً ويتم توظيفها بعدة طرق مثل ما ذكرنا طيب السؤال التي ترونها قدامكم من خصائص الأسلاك هل هي باعتة على المرونة والطلاقة التشكيلية؟ أو قابليتها للسحب والطرق والثاني واللف؟ أو جميع ما سبق؟ عشر ثواني أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله عليك اليوم متفوق جداً فالإجابة الصحيحة هي جميع ما سبق ترون هذه الأدوات اللي ممكن نستخدمها في عملية التشكيل عندنا اللي هو الأسلاك المعدنية مرنة ذكرناها وقلنا ممكن نستخدم اللي هو بدالها العلاقة أيضاً عندنا اللي هو الزرادية هذه الزرادية نأخذها ليتم اللي هو التشكيل فيها ترون هذه الزرادية طبعاً يوجد لها عدة أشكال وأنواع مختلفة هذه أنواع الزرادية طبعاً مثل ما ذكرنا لها عدة أنواع وأحجام وكل وحدة لها وظيفة معينة أيضاً عندنا اللي هو نحتاجها اللي هو قاطعة الأسلاك هذه قاطعة الأسلاك نستخدمها في عملية قطع السلك في حال انتهينا منه أو ممكن اللي هو في البداية إذا كان عندنا حجم معين نحتاج نشكل فيه أيضاً بالنسبة لخطوات التنفيذ خطوات التنفيذ جداً سهلة وبسيطة جداً عندنا في البداية اللي هو نقوم بإحضار أسلاك ذات سمكات مختلفة ونقوم بثنيها تشاهدون كيف يمكن ناخذ الأسلاك ويتمثنيها أيضاً بعدها اللي هو نقوم بعمل أشكال متنوعة للأسماك بإمكاننا نستخدمها ونشكل الأسماك متعددة الأحجام أو ممكن نشكل أشكال مختلفة غير اللي تشوفون قدامكم لكن هذه مجرد اللي هو طريقة بسيطة لاستخدام الأسلاك المعدنية أيضاً نحضر اللي هو إطار نص دائري ونقوم بعمل أسلاك عمودية فيما يشبه الأمواج ثم ننسق تلك الأمواج ننسق تلك الأسماك ننسق تلك الأسماك على شكل على الأمواج نفسها اللي صنعناها بهذا الشكل ويتم تشكيلها بهذه الطريقة في النهاية شكراً لكم عزيزي الطلاب والطالبات تعلمنا واستفدنا الكثير من المهارات والمعارف شكراً لكم عزيزي الطلاب والطالبات على حسن المتابعة والاستماع بإذن الله نلتقيكم في الحصد القادمة وفي أمواجهة وفي أمواجهة شكرا